السلام عليكم ورحمة الله بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم ناشوة من قناتكم اكتب ومن هنكمل حلقات المعلومات الزراعية البسيطة كي يستفيد منها المبتدئين وهوات الزراعة وايه السفصر ياريت تكتبوه بالتعليقات وان شاء الله كل فترة اجمع الاسئلة المكررة واستطيع الاجابة عليها بالنسبة الرأي النبات بالسماد سواء الكمبوست السائل او المحلين المغزية هنروي مرة كل اسبوع او كل اسبوعين ونروي النبات عطشان عشان يمتص النبات اكبر كمية من هذه المحلين. لو الشتلة اشتريناها بكيس خاص بالزراع لو الكيس اللي بيبقى اسود وسميك شوية لابد من فتحه من الاسفل على الاقل او ان احنا هنتخلص من الكيس بالكامل كي لا يحتبس ماء الريب بها ولا يستطيع تصريف الماء فيتعافى النبات بالكامل كمان الجزء المش هتقدر تمدي فيه بسهولة. اه لما نيجي ننقل الشتلة نحرص على نقل الشتلة محاطة بجزء من التربة المزروعة فيها كي اللي يحدث له صدمة بنقله بتربة جديدة مختلفة ولننقلها بتربة طينية لان التربة الطينية صقيلة سيئة تصريف الماء مسامها ضيقة قليلة التهوية وتحتفظ كثيرا بالماء فبالتالي بتخنق الجزور. بعد النقل او تلات ايام من النقل طبيعي هنلاقي النبات اه في نسبة من الزبول والاجهاد. ده طبيعي جدا ما تقلقوش لان النبات مازال بيحاول اتأقلهم مع التربة وكمان الجزور بتمد وتسبت نفسها بالتربة عشان كده بيذهب معظم غزاء النبات للجزء الخاص بالجزور. بعد كده لما بتاخد وضعها بعد التلات ايام هنلاقي النبات بتادي يتحسن وكلال التلات ايام دي بروي النبات ري معتادة. واحطه في مكان ننضل بعد التلات ايام ابتدي اعرضه للشمس تدريجيا. انسب تربة للشتل هي تربة البتموس بيكون خفيفة وسهلة النقل بعد الشتل. بالنسبة للنبات اذا اردنا نقل اي شتلة بعد شتلها باكواب الشتل او اكواب ورقية او بلاستيكية او اي شيء بنشتل فيه. نضع النبات بين اصابعنا ثم نكون بقلب الكوب او الاسس ونخبط عليه فتخرب الشتلة بسهولة. ثم نكون بنقلها للاستيس اخر واضفت بعض التربة له ثم نره مباشرة. ببداية انبات اي بزر او اي شتلة لا تحتاج لاي شيء سوى ماء الراي. بعد الانبات ممكن ننقلها التربة مسمدة ونرى عدم ملامسة جزور النبات للسماد. يفضل وضع السماد اسفل التربة وخلطه ببعض التراب ولكن لا يوضع السماد على سطح التربة حتى لا يأذي الساق ويحرقها. بعد ما بنوضع السماد لازم نروي راي جيد. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يريد اكون بقدم ولا وافادة. اترككم في رعاية الله وامنه. شكرا لحسن المتابعتكم. لا تنسوني بدعوة كريمة مثلكم. السلام عليكم ورحمة الله.